أولاً أنا لا أتوقع أن أكون في إقلاق السفارة الأمراكية الآن كان في حوار عن هذا الموضوع قبل شهر بس الآن أنا متفأل وأعتقد أن هناك تفاهم بين الحكومة الأمراكية والحكومة الإراكية في هذا المجال بس لسه في قلق أن هناك حجمات أكثر من الفصائل المصلحة ضد السفارة الأمراكية درير مكبول وأنا أتمنى أن هناك حدو لزمان طويل بس للسفارة البريطانية أنا لا أتوقع أن هناك سفارة البريطانية نحن منفصلين من السفارة الأمراكية لدينا علاقة وطيدة وكوية جداً مع الحكومة الأمراكية ومع أمراكية بشكلهم بس أنا لا أتوقع أن أكون في قلق السفارة البريطانية ترجمة نانسي قلق السفارة البريطانية